لكن المهندس عدل بديها بيغني بيت العز يا بيتنا لماذا تغني أنت أستاذ أبراهيم بكرة أستاذ أبراهيم نحن عايشين أيام حلوة الحمد لله مع الأهل يعني أيام فيها انتصارات أيام فيها يعني أخبار ننتظرها جميعا بشغف بأن سنين وبدت وكأنه حلم بعيد المنال وتكتشف أن الأهل وهو يعمل في صامت تحت الرادار كده يفجأك في لحظة مناسبة وقد أنجز العالم كله بيشيد بيك كنادي الأهل بإنجازاتك الرياضية بوجهتك المشرفة وبقيادتك الممثلة في رئيس النادي كابتل محمود الخطيب وحكمة هذا المجلس وتمسوكه يغني بكل هذه الأشياء ولكن تكتشف وانت بتصنع البطولات وتصنع البطولات مش بس في كرة القدم ده في سائر الأصعيدة يعني الكابتل الخطيب يكرم الكرة الكابتل الخطيب يكرم كرة اليد اليوم يكرم كرة السلة ورسائل شديدة الأهمية بتوضح ايه هو كتالوج الأهلي ومنهجه يعني الكلمة مبارح سمعتها طبعا ما سمعتش كلمة الباسكت النهاردة انما هي مش هتخرج على اللي سمعته مبارح في كرة اليد بتقولك الأهلي ده مصطرته ايه اللي تسمعه في اليد هو اللي هتسمعه ينطبق على أي بطولة بيخدها النادي الأهلي كتالوج واحد لكن ان تفاجأ مجلس الإدارة او الامس قرار اطلاق غدا ستطلق او يعلن رسميا تكيف طبعا حفل اللي هو توقيع العقود الخاصة بتحويل الحلم الى حقيقة استاد الأهلي والمدينة الرياضية التفاصيل مش هخوط فيها لانها كما علمت سوف تنطوي او تشمل مفاجآت صار هتشمل خطة واضحة هتشمل كيف يدير الأهلي اموره بالشكل الذي يخدم مصالحه وحق احلام جماهيره كيف أن مجالس الإدارات تتساند على بعضها عشان تكمل هذا البناء وهذا الصرح العظيم ويتحول الى فخر في كل اتجاه فخر في البطولات فخر في التاريخ فخر في الانشآت فخر في السلوك والقيم والتقاليد يخليك تستحمل بقى كل الصغائر اللي بتحصل وجاليفر وحرب الدبابيس كان زمان جاليفر ضال عملاق الأخذان يضربوه بالدبابيس فهمين ان دي الرماح هي بالنسبة له متدبوه زى الرمح لكن هو بالنسبة لجاليفر ده دبوه الشكة فجاليفر يعمل كده يتمطع ينطر كل الفقاقيع دي